قال السيد الرئيس عبد الفتح السيسي إن منتدى أسوال السلام والتنمية المستدامين أصبح محفلاً إفريقياً فعالاً وجامعاً لبحث مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة وبلورة رؤية مشتركة تواثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة أضف السيد الرئيس خلال كلمته أمام دورة سالسة من منتدى أسوال السلام والتنمية المستدامين أن دورة الحالية من المنتدى تنعقد في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعيدة خاصة على الأمن الغذائي وأمن الطاقة وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا لما قد تحدثه من تدعيات خطيرة على سلامة والاستقرار مجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتوائي آثارها وذلك من خلال تنوية مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية فضلا عن تكثيب جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الزاتي وإن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي تريه دولنا لتحديات الأمن الغذائي ويضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار وهم يتطلب منها إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية